السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا الهاد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وقتفى أثرهم وسار على ضربهم إلى يوم الدين أما بعد أحبة الكرام أهلاً ومرحباً بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حينما نقف مع كل هذه الأجور التي أعدها العزيز الغفور جل جلاله وتقدست أسماؤه لكل عمل قد ارتبط بالصلاة نعلم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة تكلمنا عن أجر المؤذنين ثم تكلمنا في الحلقة السابقة حينما سأل أحد الصحابة النبي الأمين يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا يعني في الأجر فماذا لنا؟ فماذا لي من الأجور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول وقلنا بأنه من قال خلف المؤذن وردد الأذان بلسانه وبقلبه كان الأجر من الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة إلا أن هناك المزيد من الأجور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم صلي عليك اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين إذا بعد ما تنتهي من ترديد كلمات الأذان بلسانك وقلبك وتذكر هذا شرط لابد أن تستحضر كما تكلمنا بإسهاب في الحلقة الماضية بعد أن تنتهي من ترديد كلمات الأذان صلي على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد طيب يا رسول الله هل لي من أجر إذا صليت عليك بعد ترديد للأذان قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فإنه من صل علي صلاة صلى الله عليه بها عشر أنت تصلي على النبي مرة فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه يصلي عليك عشر مرات بصلاتك مرة على نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن الصلاة من الله جل وعلا لعباده هي متحهم والثناء عليهم في ملئه الأعلى تخيل سمعت الأذان فرددت خلف المؤذن ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم حينها الله الله مالك الملك وملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه حينها يثني عليك في ملئه الأعلى باسمك مرة عشر مرات لصلاتك مرة لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن مدحه الله جل وعلا وأثنى عليه في ملئه الأعلى ماذا تظن أن الله جل وعلا يفعل معه هذا الذي يمدحه الله ويثني عليه إذن لا تترك الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم خلف ترديدك لسماع كريمات الأذان حتى لا تحرم هذا الأجر بل أنه في رواية جاءت عند الإمام النسائي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر وحط عنه عشر خطيئات ورفع بها عشر درجات بالصلاة الواحدة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي المعروف المشهور قال يا رسول الله إني أكثر عليك من صلاة فكم أصلي عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما شئت كم أجعل لك من صلاة قال ما شئت قال أبي رضي الله عنه وأرضاه الربع قال النبي صلى الله عليه وسلم خير فإن زدت فهو خير لك قال الثلث قال خير فإن زدت فهو خير لك قال النصف قال خير وإن زدت فهو خير لك قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك إذا جعلت كل دعائك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى اللهم أمين إذن بعد ترديد الأذان صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي الله جل وعلا عليك في ملأه الأعلى ويحط عنك من السيئات عشر ويرفع لك من الدرجات عشر ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة في الحديث فقال هي منزلة في الجنة لا تنبغي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو طيب يا رسول الله كيف أسأل الله لك الوسيلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته هكذا تسأل الله جل وعلا للنبي الوسيلة تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الدعوة التامة هي الأدان والصلاة القائمة الصلاة التي سنصليها الآن أو قيل هي الصلاة التي ستقام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة الدرجة التي يتمناها درجة في الجنة لعبد من عباد الله جل وعلا الوسيلة هذه نحن نعلم بأن الجنة درجات صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجعلنا في الفردوس الأعلى وأن يرزقنا صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة اللهم أمين الجنة درجات في كل درجة خلق من أهل الجنة أما الوسيلة فهي درجة كاملة من درجات الجنة لعبد واحد حضرتك فهمت المسألة دلوقتي الوسيلة درجة من درجات الجنة لعبد واحد درجة كاملة لعبد واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو فإذا سألت الله لنبيه الوسيلة أن يعطيه الله جل وعلا هذا الدرجة هل من أجر يا رسول الله قال وجبت لي الشفاعة وجبت له شفاعة هذا الذي يسأل ربه ومولاه خلف كل أذان الوسيلة للنبي الذي يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت هذا ماذا له قال النبي وجبت له شفاعة يوم القيامة انت عارف يعني وجبت له شفاعة في أرض المحشر حينما يقول الكل بلا استثناء نفسي نفسي ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع مرة في كل أرض المحشر في كل أهل المحشر الشفاعة الأولى لكي يأذن الله جل وعلا ببدء الحساب والشفاعة الثانية للنبي حينما يشفع بين يدي ربه ومولاه في الموحدين الذين دخلوا النار من العصال التطهير إذا كنت واحدا منهم دخلت النار عياذا بالله نسأل الله عز وجل السلام للتطهير فالنبي لا يتركك تكون أحق الناس بشفاعته بين يدي الله جل وعلا وأحق الناس بإخراجك من النار إلى الجنة لماذا؟ لأنك كنت تسأل الله جل وعلا له الوسيلة في الدنيا هذه أجور عظيمة جدا لماذا نفرد في ترديد الأذان في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلف الأذان في أن نسأل الله جل وعلا الوسيلة لنبيه صلى الله عليه وسلم الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بعد الأذان حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً قال النبي غفر له ما تقدم من ذنبه أنا سأتركك الآن لتسرح بخيالك في كل هذه الأجور وتسأل نفسك لماذا أضيع على نفسي كل هذا الأجور وكل هذا العطاء أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولك